إنت أول ما بدأت كرة، بدأت كرة في الشارع في الشارع، آآ كم سنة؟ ده كان سنة تسعة سنين كم فين؟ في حلوان؟ في حلوان كنا بنلعب الكرة الجوّة شراب وكنا بنلعب الكرة الكبيرة ملعب سداسة فيه كبين سبقات، كان بتتلعب سداسة، مش خماسة إيه الفريب الكرة الكبيرة وكورة شعر؟ لا، غير مش الكرة الصغيرة الشراب كرة عادية كرة عادية بتاعتي اللي بتاعب بيها دلوقتي اه الكرة العادية بس كنا بنلعب ستة 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 والبطولات بقى ودوريات على مستوى عالي جدا لعبك في الشارع اه ساهم في ان يعلي مهارتك الفردية مية في المية وهقول لك حاجة اه يعني لما نيجي نتكلم على أسباب الحقيقة ان ما فيش مهارة دلوقتي اه هي دي اللعبة في الشارع اه طبعا اللعبة في الشارع ده بيعلي المهارة بشكل غريب دينا فرقة وكنا بنلعب نلعب دوريات اه في حلوان مريكا الشباب والحاجات دي كلها وفرقتنا كانت مشهورة جدا جدا في حلوان اه طبعا منا ببرا حلوان مفيش لا ما قلنا طلعناش برا حلوان ما تزيدوش عن حلوان لا 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 حلوان المحطة ولا حلوان عامة لا حلوان عموما هل كان فيه لعبة معاك انت شايف من وجهة نظرك ان اللعبة ديت لو لعبة تفين ديت هتبقى لها كيان طبعا طبعا الكرة زي مين الكرة حيثة التوفيق دي حاجة مهمة جدا ده رزق عربنا طبعا رزق عربنا يعني اولا انا فيه لعبة راحت اتنقلت ما قلنا عرب زي ناصر محمد علي الله يرحمه كان معاك اه كان معنا في ناصر الله يرحمه كان لعبة جامد اه طبعا كان فيه لعبة هقولك ثلاثة لعبة مثلا فوز التابع فوز التابع ده مدان ضم معنا منتخب القاهرة بالضبط بالضبط ده كان لعيف فز اه لعيف جامد جدا لكن يعني الظروف ان هو بردك ماكملش ماكملش شريف عبد الحميد كان بردك جيل نادي الاهل شوية اه وقعد يتمرر حوالي مسلا ايه في حدود الشهر ولا حاجة ولكن بردك ما وفردش في مسلا مجد العيسوي اه لا فيه لعبة فيه عب سلام الشريف اه فيه لعبة اه في اسمعيه العدوية اه كانت نقل بعد كده راح المصر كانوا يطلع عينينا في اينو في اينو اينو كبير بتاع المصري اه طبعا كان لعيب جامد اه كان فيه لعبة الحقيقة مستوى عالي جدا 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 من اول واحد خدك من الشارع كده وقالك تعال انت تلعب مصنع 36 اول واحد الحقيقة انا كنت رايح بفرج على مبارات 20 سنة وكان عندي 24 سنة في النادي التصنيع مين كان رئيس النادي الساعة رئيس النادي لا ورئيس النادي بقى رئيس الشركة مين كان متى مش بتبتكير فيه فترة كان فيها دكتور اشرف براوان اه ودكتور اشرف براوان يعني لو كان قاعد في منصبه اعتقد كان التصنيع كان موجود كان هيروح نهاية عربية التصنيع كان هتبقى شلسلة كبيرة ده كان هيبني استاد حلوان وكان جايب الكابتن عزة طبروس طبعا القبر الروح لي يعني ليه افضال كبيرة جدا هنتكلم عليه طبعا طبعا اه لكن انا زي ما بقولك روحت بتفرج على مرات عشرين سنة التصنيع وال وانت 14 سنة وانت 14 سنة كنت 14 سنة اه فطبعا يعني بين الشوتين كده جيبنا كورة ومنعمل بقى نعمل اه اتنين دد اتنين اتفرجت ايه كنت في الملعب تحت ولا في المدرد تحت لا تحت تحت اه كنت في الملعب تحت ويه هم الناشئين بلموا كورة كده بتاعوا الكلام ده اه للملاد الصغارين وطاع وعدنا اه طبعا اه طبعا وبعد كده اه واحنا خارجين الحقيقة بعد ما فيه مدرب كان موجود مين هو با؟ ماسك 16 سنة فاتح سرحان فاتح سرحان ده كان مدرب ماسك 16 سنة نعم فلما شافني قال لي تعال يا ابني انت تلعب في حيثة تعمل بول كنترول اه بول كنترول اه بول كنترول واتنين بدي اتنين والحاجات المهارية بقى ومش عارف ايه والواحد كان يعني عفريت الحاجات بتدي كباري كتير اه كباري ومن فوق الناس وحاجات كده وبتاع فقال لي تعال انت بتلعب في حيثة بطولي لا لعب في حيثة فيها انا بلعبش في حيثة اه انا بلعب بالسجاسي بس والكرس الشراب قال لي طيب خدني في نفس اليوم مداني استمارات وقال لي تنتظم معنا من بكرة اه وفعلا ما خفتش لما مضيت استمارات لا ولا كنت فرحان كنت فرحان جدا طبعا لان النادي تصنيع بيعتبر بالنسبة الحلوان طبعا نادي جدير طبعا طبعا فريق اول اه طبعا وفريق اول وفي نفس الوقت زي ما بقولك يعني انا عايز بقى خلاص ابدأ يعني جات لفرصة وعاوزة امسك فيها اه وانت في مصنع 36 او انت في الفترة اونية قبل ما تروح للمصنع 36 كنت تلعب في الشارع اه كانت الاسرة بتساعدك انك تنزل ولا كنت بتهرب من ورا الاسرة لا كنت بهرب بس انا الاسرة هتمنعني مش هتمنعني انا هنروح هلعب هلعب كورة هلعب كورة كنت شاطر في مدرسة يعني مش مش قوي يعني الكورة طبعا كانت طبعا حياتك كورة اه حياتي اه انا بقولك من 12 سنة وانا حاطت في الكورة انها تبقى هدف بالنسبة لي يعني انت مخطط لنفسك كده اه هدف بالنسبة لي رغم ان انا صغير جدا وكده اه مين لو كنت بتشوفه وما بيلعب في اندية اللي هي اندية كبيرة اهلي وزا مالك واسماعيل والكلام ده وانت بتلعب في مدرسة 30 بتقول ايه انا هبقى زي الراجل ده او زي اللعيب ده والله لا يعني احنا في الوقت دوت خانشي لس كان فيه نجوم كبيرة جدا انت بكتش بتتأثر بنجمه معين لا ده فيه نجوم كتير يعني صفوة عبدالحليم لاسه الله يرحمه يعني كان متعة طبعا ممتع يعني لا عايز حلقات لوحده وانا عمل له حلقات فده برضك من حاجات الجميلة اللي كل واحد كان بيبص عليها الحقيقة وانت صغير كنت ببص اه طبعا طبعا وانا صغير كنت ببص لان انا برضك اهلاوي بقى يعني اه من الدرجة التالتة يعني من فوق كل ده هنعرفك بالوقت